اشتركوا في القناة صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي نطل عليكم يوميا من العاشرة حتى الحادية عشر نستعرض في هذه الساعة كافة القضايا الصحية التي تشغل بال الجميع من خدمات هيئة الصحة من الأمور الجديدة التي تطرح في القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بكم طبعا في البداية سامحوني برحب في الدكتورة ندل ملة مسامحينك محمود يتريونا سنترحب فيني من الصبح بعد المقدمة الطويلة طبعكم الله بالخير ونور وسرور ويوم سعيد إن شاء الله عليكم وباقي من الزمن إن شاء الله يومين على الخميس الونيس وفعلا هذا بيكون خميس وونيس لأن باتر يعتبر أربعام وتخمس صح محمود؟ أنا باتر آخر يوم دوام أربعام وتخمس يعني آخر يوم دوام في الأسبوع هذا مصطلح طبي ولا شو الحي مصطلح حماراتي فإن شاء الله باتر آخر يوم نكون معاكم على الهواء والخميس إن شاء الله بتكون إجازة سعيدة للجميع وكل عام وتبخير مقدما ونهاركم سعيد طيب مستمعينا طبعا كالعادة مثل ما تعودنا نذكركم بأرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-6 وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وأكاونت هاية الصحبة دبي dh-db على الإنستغرام أنا يعيبني هذا اللي يطرش من تشيريس من أمريكا الجنوبية سلام علينا نزيل اليوم شو شو موضوع اليوم شو موضوع اليوم اليوم عندنا موضوعين رئيسيين أول موضوع ما نتكلم فيه عن نظام سلامة نزيل لكن بعد الفاصل بعد ما ناخذكم في جولة على يعني أخبار صحية بشكل عام وأيضا جولة في السوشال ميديا أو الإعلام الاجتماعي معانا عبر الهاتف لخت اسم الجناحي صبحت الله بالخير صباحة ورد يا أسماء صباحة نور صبحت الله بالنور والسرور صباحة ورد وشو عندتش لنا اليوم يا أسماء يوم من قلقك ما شاء الله الحساب كان أكتب شوي أمس بسوطا أنه كان يوم المرأة الإماراتية فكان فيه فعالية في مركز عبيل الصحي وكان رموز من موظفاتنا الذي يعملون في الأعمال الخيرية داخل وخارج الهيئة فكان نبرز هالأمور ثاني شيء كنا حظين فيديو قصير عم فعالية أنعش صيفك ومبادرة نعرف الناس بأهمية شرب ماء جوز الهند غير هذا في معايح ميدي القطامي جار المكتب الطبي في جمعة سان فرانسيسكو ومستشفى بيونيوف بيونيوف الأبطال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تلاحث شو اسم المستشفى اسمه مرة ثانية لا الله سان فرانسيسكو الزين والثاني خلق أشوف بقرب انجليزي أحسن بيونيوف بيونيوف شلدرن هسبيتل كابلي اسم وغير هذا نبوي نقول حق الناس أي حد عنده أي سؤال عن سلامة يسألكم اليوم تتشجعين يا شميل قوم ما نأخذ فقر السلامة لأننا نتعلم أن نتعلم عليهم لا لا شوفي لأننا اليوم نحن ما نتكلم على موضوع سلامة ليش بالتحديد لأننا كانت هناك الكثير من الملاحظات على موضوع سلامة ولأسف الناس مش فاهمين النظام هذا شو الانكم ولا شو هي الأشياء النتائج المترتبة على هذا النظام ومعطوا فرصة بعد محمود يعني بعد يديد غير هذا أخي محمود في بعض الأشخاص كل نظام مجيد يكون فيه مثلا لأننا نجدد المعلومات أغلب الأخير اللي كان يتكلمونين لما نقول لهم أننا نحن قاعدين حديث معلوماتكم لأنه أكلم راح تفيدهم مستقل مثلا الطبيب راح يستفيد إذا كان يعافظ هذا الرجل متزوج أو غير متزوج عنده عيار أو ما عنده كل هذه الأشياء تأثرة في الملف الطبي وحتى في العلاج لكن بعض الأفراد هالمعلومات لا يعرفون نحن ما نخلي هذا الموضوع لأهل الإختصاص لأن اليوم بتكون معنا المهندسة عايشة إن شاء الله ونختم برسالتنا اليوم رؤيتنا للأمور هي من تحدث هل سنكون سعداء أم لا ابحث عن السعادة في نفسك ولا تجعلها مرضبة طبيباً حولك تسمعين دكتور؟ هي سمعت والله لا فضف ركي أسمى صراحة يعني العبارات تعطينا يا فعلاً عبارات إيجابية وجميلة تبعث روح التفاول زين أسمى بس نذكر بحساباتنا حساباتنا تويتر ونستقرام سناب تات وستريسكوب ودي اش اي عندر سكور دبي على ثريسكوب كلنا نجدن شكراً لك يا أسمى شكراً يا أسمى دكتورة في عنا دراسة تقول أن الغناء قد يكون علاجاً جيداً لمرضى أو الشلل الرعاشي طيب توصلت دراسة حديثة إلى أن الغناء قد يصبح من جزءاً من الخطة العلاجية لمرضى الشلل الرعاش ومساعدتهم على تقوية العضلات التي تتحكم بعملية البلع والتنفس وتقول المعدة الرئيسية للدراسة إليزابيث ستيغلور الأستاذة المساعدة بقسم علوم الحركة بجامعة آياوة الأمريكية لا نهدف إلى تحويل المسنين إلى المطربين وكل ما في الأمر أن الغناء يعمل كتمرين رياضي لعضلات الحلق والبلعوم والمجاري الهوائية واشترك في الدراسة عدد من المرضى الذين خضعوا لجلسات علاجية أسبوعية بالغناء قام المشاركون في كل جلسة بأداء تمارين صوتية وترديد بعض الأغاني وبحسب معدة الدراسة تقول أن الغناء يتطلب استخدام نفس العضلات المستخدمة في أثناء البلع والتنفس وهما الوظيفتان التي تتران كثيرا في سياق الإصابة بداء شل الرعاش وقد لاحظ الباحثون بأن الغناء قد حسن بشكل كبير من هاتين الوظيفتين وتقول المعدة أيضا أننا نهدف إلى دعم عملية التتنفس ودعم العضلات المرتبطة بالحبال الصوتية والتي تتطلب تنسيقا معقدا بينها وبين العضلات مشيرة إلى أن المرضى وأقرب أهم والأشخاص المكلفين برعايتهم قد لاحظوا تحسنها في مزاج المرضى ومستوى الشدة النفسية والاكتئاب لديهم وبحسب المؤسسة الأمريكية لداء شل الرعاش هذا المرض مزمن وأيضا ممكن أن يأثر في حركة المصاب وتشير الإحصائيات إلى أن المرض يصيب حوالي مليون أمريكي وعلى الرغم من عدم وضوح السبب المباشر له وعدم توفر علاج شاث له إلا أنه تتوفر بعض الخيارات العلاجية الدوائية أو الجراحية لتدبير أعراضه التي تشمل ارتعاش اليدين والذراعين وبطء الحركة وصلابة الأطراف بالإضافة إلى مشاكل في التوازن والتنسيق الحركي طيب أنا بقول لتشغلة أنا اللي ذكرها وهي معلومة ما أقدر أنساها ليش لأن في وراها قصة أن هم كانوا يعالجون الأشخاص اللي عندهم شل الرعاش بالرسم دكتورة فكانوا يسولونهم مثل ورشات في الرسم لكن الحين ستوا مطربين ستوا بطلع المطربين مع أنجيل جديد للمطربين الفكرة محمود هذا الجيل قديم للمطربين صح لهم أكبر سنة الفكرة أن أمراض المزمينة مثل الشل الرعاشي المريض يتم على الأدوية فترة طويلة ولكن بعد مدة المريض نفسه يستوي أقل تقبلهم للدواء لأنه يكون فترة طويلة يجب أن يأخذها عشان يعد مواد معينة تفرس في الدماغ اللي هي مسؤولة عن باركنسل عشان تجي مرض الأمراض المزمينة تلاقون دائما تطلع دراسات عن العلاجات الغير الدوائية يعني لا يجب أن يأخذ دواء لا يجب أن يأخذ حبوب ففعلا مثل ما قد محمود قبل فترة كان سافت أنهم يرسمون وحتى الرسم يستخدمون للأطفال ذوي التواحي بعد نفس الشيء يستخدمونه كوسيلة علاجية والحين بعد الغناء الفكرة مو في الغنية نفسها أو أنه واحد يغني الفكرة في تدريب عضلاتهم اللي هم يستخدمونها للكلام والبلع والتنفس عن طريق الغناء لأنه ما حينما نتكلم أو نغني نستخدم مجموعة عضلات صغيرة موجودة في الرقبة وفي الوجه نحن لا نحس فيها ولكن عضلات حجمها جدا 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 صغيرة خيروا قرآن هو طبعا لأنهما ممسلمين فهم يقرون قرآن بس إحنا طبعا عندنا إحنا لو طبقة نفسها يقضي العلاج بيكون أكيد ببساطة القرآن الكريم يعطي طرحة نفسية وطمأنينة ويساعد في العلاج إن شاء الله ونفس الشي نستخدم نفس العضلات في قراءة القرآن أنا ليش ما أنسى موضوع الرسم لأن أبدأت مرة المرات في واحد من الشباب كانت داخل عند المكتب فحاط لوحة جدا كلها دواوير يعني دخل قلت لها حين تمستانس حاط لهذه اللوحة شو تعني هاي اللوحة يعني شو معناتها الحين أنت تتحررنا أنت لوحة حلوة يعني هي زين اللوحة بس أنا كلها دواوير قلت لها حاط لي دواوير شي في المكتب شو يعني شو قلت طلع قالوا الله هذه الوالدة الله يرحمه هي اللي يراس منها أوووو جميل جميل أنا عشر أيام أدخل مكتبة مرتحك نسلم hello هذه علقما قبل ما نحكم نسأل نحن دائما نسأل نشاء الله أقول شو لوحة المالها معنا?" مثلا أنت مع القيناة لا لكن نسؤل شو أشه轉 إنوان معنا نفسي طلاع عندها وطلعت أما الله يرحمه ما سوية معرض ما شاء الله هيا سويت مجموعة معرض وأيضا كانت أمسوية حتى كذلك مرة المرات في معرض من المعارض وهي ترسم لايف من المستشفى بالفيديو وحاطينه في المعرى ما شاء الله يعني الأمكارات ما شاء الله رسامة إن شاء الله يكون ورث منها هالموهبة الرسم الرسم موهبة جميلة محمود أنا كنت أتمنى يكون عندي موهبة الرسم لأن الموهبة لا يمكن أن تكتسب أنت تنولد في هالموهبة أنا أتوقع لا يمكن أن تكتسب والله كل شيء يكتسب أنا آمن أن عقل الإنسان قادر على أن يكتسب كل شيء صح لسانك صحيح عموما نحن ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم عن سلامة من هو من نستضيف معنا من نستضيف معنا عايشة السادة عايشة العلي مدير مشروع سلامة بهيئة الصحة بتبين فاصل وراجعين ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة بدأت هاية الصحة بتبين خلال شهر غصص الجاري بالتجشين التدريجي للمرحلة الثانية من مشروعها الرائد اللي هو الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفى دبي ومركز دبي للسكري وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى للمشروع التي انطلقت في إبريل الماضي في مستشفى راشد، مركز دبي للأمراض الجلدية عيادات المطار، مركز دبي لعلاج الطبيعي ويعادة التأهيل ومركز البرشاء الصحي بنتكلم عن مشروع سلامة، أهدافها، مراحل تنفيذها بمختلف المنشآت بيكون معنا إن شاء الله في الأستوديو الأستاذة عايشة آل علي مدير مشروع السلامة بهائة الصحة في دبي استطبحت الله بالخير ونور للستوديو يا عايشة عايشة يعني موضوع سلامة هو موضوع الساعة حاليا في القطاع الصحي في إمارة دبي موضوع جدا مهم اللي ما يعرف هذا المشروع خلينا نعطي فكرة عامة عن هذا المشروع طبعا المشروع سلامة عبارة عن ملف إلكتروني طبي موحد للمريض اللي يسهل انتقال المريض بين المستشفيات والمراكز الصحية اللي يتابع لهيئة الصحة دبي طبعا هي متكونة من تبادل السجلات الطبية، تاريخ المريض، تاريخ الأسرة، العلاجات اللي ياخذها، العمليات الجراحية اللي عملها، أدوية، الحساسية، كل هاي الأمور موجودة في ملفه مما يسهل تواصل انتقال المريض بين المشعات اللي يتابع للهيئة ممتاز كيف يسهل هذا التواصل؟ طبعا مجرد حصول المريض على الملف الإلكتروني الطبي سهولة انتقال بين المراكز مثلا خلنا نقول على سبيل المثال أن المريض راجع مستشفى دبي طبيب شخص حال تكتب للأدوية وعنده مثلا مراجعة ثانية لازم يعملها في مستشفى راشد أو العيادات المراكز الصحية الأولية مجرد وصول المريض المستشفى دبي أو العيادات الصحية الطبيب بيتمكن من أن يراجع ملفه حق الزيارة المسبقة صحيح بحيث يعرف الدكتور شو شخصه؟ شو من الأدوية؟ شو المشاكل اللي مر فيها عشان يشخص حال تب الضبط؟ فهاشنا اللي نسميه سهولة انتقال المريض زاعد الملف الإلكتروني ما لحايا نحن الحين ناخذ الملف يعني ينتقل الملف وين المريض يالس ينتقل بين المستشفيات والمراكز الصحية طبعا يا جماعة المشروع عبارة عن ثلاث مراحل يضم فيها المشروع الحمد لله رب العالمين خلصنا المرحلة الثانية كانت في أغسطس المرحلة الأولى كانت في أبريل المرحلة الثالثة إن شاء الله بتكون في نوفمبر وهذه المرحلة الأخيرة للمشروع إن شاء الله طبعا المرحلة الأخيرة هي الضم مستشفى حتى مستشفى لطيفة مركز دبيل للأمراض النسائية والأخصاب مركز الثراثيميا ومراكز اللياقة الطبية فها ويتشايد مهم صحيح أن المريض يعرف إنها هي المرحلة الأخيرة ممتاز أنا هنا أبغي أتوجه برسالة لكافة المستمعين نعم زي؟ جماعة الخير المشروع هذا مشروع وطني مشروع رائد الفوائد من خلال هذا المشروع جدا كبيرة ليش أقول هذا الكلام؟ لأن مدام أنك أنت بتطبق نظام يديد بطبيعة الحال بتكون هناك أمامك بعض التحديات منها ممكن الخدمة ما تحصلها بالسرعة المطلوبة صحي مع الاجتهاد الكبير اللي تقوم في هيئة الصحفي تدريب العامل لكن مهما كان أنت يعني إذا تسوق سيكل زيان بتي بتحول أنك تسوق سيارة يبالك لدريب نعم وأول ما بتسوق ما بتسوق كمحترف زيان قادر أنك تسوق كمحترف بسرعات عالية لا تحتاج أنك بالتدريج لين ما توصل إلى القيادة المحترفة هذا الكلام ليش أقوله؟ لأن أي ملاحظات كانت تتي على مسألة التأخير في تقديم الخدمة وكذا نحن نبهنا يمكن فترة الإجازة شوي ابتعدنا عنكم ما كنا متواصلين بشكل سريع معاكم ولكن نحاول قدر الإمكان أن نذكر بهذه المسألة فقط علشان نجاح هذا المشروع يعتمد في الأساس على تعاونكم معنا وهي لأول مرة الأشياء اللي احنا طلبناها من المريض يوم يزور المستشفى أو المراكز الصحية اللي تم تطبيق سلامة فيه هي عبارة عن البطاقة الصحية بطاقة الهوية التأمين ونحن نبهنا كذا مرة أنه مجرد مسألة التسجيل لأول مرة ليش؟ لأننا نحن نبهنا نوفر بيانات مستحدثة للمريض زاعد الحين ضفنا في البرنامج الامرجنسي كونتاكت النظام القديم ما كان ما عنده خاصية أنه نحط هاي الأشياء المميزات أو الإمكانية فهي إمكانية جديدة في البرنامج نضيف اللي هو شخص رقم هاتف شخص في حالة حدوث الطوارئ يعني صحيح مرجع مرجع هي زاعد مثلا حتى لو ما ياب هاي الهوية أو البطاقة الصحية أول مرة بعد نحن ما نرجع المريض بالعكس لأنه نحن كهيئة صحة بي نحاول قد ما نقدر أنه نحن نقدم الخدمة للمريض أنا بحط رقمك حالة الطوارئ حط رقمي حفالك طيب حتى إذا ما ياب هاي الأوراق اللي هو نحن طالبينها نحطها في السيستم الثاني مرة يوم بيرجع يزور المركز أو المستشفى بيعطينا نفس تنبيه أنه أول مرة نحن ما سجلنا المريض نقدر نسجل ثاني مرة ففي إمكانيات وايد مسهلينها على المريض بس نحن نحتاج شوي الصبر منهم بس محمود أنا بقول للمتعامل من وجهة نظر كطبيبة أنا طبيبة وأشوف مرضى من يعني قبل سلامة وبعد سلامة المرضى أتوقع تشافه أن التغيير الكبير في مستوى رعاية طبية من تدى مشروع سلامة ما في ملف أنا أتراياه المريض لو قالي الدكتور الفلاني تشافني قبل يومين في نفس العيادة أو في عيادة ثانية أنا أقدر أفتح النوت سواء لدكتور الملاحظات كاتبنا أتشوف الأدوية أتشوف الملاحظات حتى لو طلبات الأشعة دكتور المختبر تاريخ الطبي كامل حتى ممكن أنا أخلي نوت للدكتور اللي بعدي وأخلي تحت مثل علامة مميزة أن ينتبه للدكتور لما يزور المريض المرة الثانية فصارت عندنا سهولة كاملة في أن نشوف ملف المريض كامل ما أتراياه ورقة ملازمة أتصل في حد أتصل في الدكتور اللي تشافك هذاك اليوم أو أتراياه أوراق أو ملف فالجماعة صبروا شوية وصدقوني مع الأيام نفسنا ما بدأنا في البرشم محمود أول فترة كان فيه وائد صعوبات وكان فيه ناس متأخرين بس الحين الوضع وائد صار أسهل ما فيه انتظار ما فيه أوراق في مستشفى راشد بعد الدكتور أصلا الدكتور أول ما بدأ المشروع كانوا يشكون دكتور لنا شو هالنظام وأنتم بتغيرو لنا وما أدري كذا والحين أصلا الدكتور وايد مستمسين على النظام لأنه سهلهم وسيلة أنهم يكتبون هاي النوتس هاي الأشياء زائد الحمد لله رب العالمين نحنا يوم دشنا المرحلة الثانية أنا كنت متواجدة في بعض العيادات الصحية في المراكز الأولية صراحة فيه مرضى وايد يو وخصيصا شكرا ما قصرته يعني نحن مستمسين لأن عملية الانتقال أصلا استوى تسهلة يعني مجرد أنك تطلع من الدكتور تصير عند الأشعة تسوي الأشعة تبتسوي المختبر ترد عند الدكتور خلاص الموضوع استوى سهل بالنسبة له صحيح طيب أنتوا دربتوا يعني عدد كبير من الموظفين في الهيئة على هذا النظام نعم كم عددهم تقريبا؟ تقريبا المرحلة الأولى نحن دربنا ما يقارب 3851 موظف المرحلة الثانية 3510 إن شاء الله المرحلة الثالثة تقريبا بيكون 1863 يعني التوتل بيكون 9224 موظف من كافة الموظفين اللي تابعينها هي الصحابة نعم من المرحلة الأولى والثانية الحين كم عدد المعاملات اللي تم إنجازها إذا يحضرش الرقم يعني والله ما يحضرني رقم أخي محمود بس ما شاء الله يعني يعني إذا شفنا قارننا المرحلة الأولى أكثر بالمرحلة الثانية شفنا الاستقرار أكثر في المرحلة الثانية لأن الحمد لله الناس اللي كانوا في المرحلة أولى شوية أمورهم ما كانت مستقرة حين حاليا في المرحلة الثانية الحمد لله توجيهات معالي حميد القطامي زائد اللي هم مدير الدكتورة منال ما قصرت معانا زائد اللي هو الدكتورة فريدة الخاجة بعد ما قصرت ويانا من مستشفى تبي يعني هذين تعاونهم ساعد أن المرحلة الثانية تكون مستقرة من ثاني يوم الحمد لله جميل عايشة أنا هنا أبغي تكلم عن مسألة ضرورية هي عملية تقييم الأداء بالنسبة لكم هناك الكثير من الملاحظات التي شفناها من قبل المتعاملين يمكن حتى أنتوا صادفتوها على أرض الواقع بما أنه في متعاملين يشكرون وكذا أيضا في متعاملين يذمون بطبيعة الحال كل عمل فيه اللي يشكره واللي يذمه ولكن بطبيعة الحال هناك تقييم أداء للعمل أنا بغي أعرف شو اللي تسوونه وكيف الناس ممكن يتواصلون معاكم في حالة أنه عندهم ملاحظات عندهم اقتراحات عندهم أي شيء ممكن يضيفونها أيضا تعرفون أن هذا المكان فيه خلل المفروض أنه نحن نعالجه بشكل سريع أو كذا طبعا نحن الملاحظات تينا عن طريق كذا وسيلة أول شيء نحن عندنا مركز قيادة في مركز القيادة نحن نعمل 24 ساعة على مدار اسبوع كامل طبعا عندنا موظفين يداومون الدوام الصباحي المسائي يعني عشان أن نحل كل الأشياء أو المشكلات التي تينا سواء من دكاترا أو ممرضين أو الطاقم الإداري زائد عندنا نظام الاقتراحات والشكاوي اللي موجودة أصلا تابع لحكومة دبي يقدر أي متعامل يكتب الاقتراح أو الشكوى ونحن نتعامل مع الشكوى أو الاقتراح بكل شفافية زائد نحن أصلا ننزل موجودين في كل مراكز الرعاية الصحية يقدرون يوصلون الاقتراح أو الشكوى لمديرة المركز وبذلك النهية توصلنا الاقتراح أو الشكوى صحيح طيب نحن نشاكري لتعايش على التوضيحات هذه وأيضا نتمنى كذلك مرة ثانية نوجه هذه الرسالة للمتعاملين إخواني وخواتي قولوا بالكم ترى الجماعة يشتغلون عشانكم صحيح والنظام جدا جميل وفوايدة وايد كبيرة بس أنا لي طلب بسيط أن متى هذا النظام ممكن يكون أشبوك معاي في التلفون أنا ممكن أن نشوف تاريخ الطبي كامل إن شاء الله يعني على شهر عشر بإذن الله نحن أطلقنا البوابة الإلكترونية بس حاليا بين الموظفين إن شاء الله في شهر عشر بتكون الانطلاقة اللي هي حق المجتمع إن شاء الله وين المريض يقدر يشوف تاريخه وسجلاته الطبية بإذن الله وإذا طلع مثلا يسافر برا يتعالج وشيء ممكن يعرضه لأن الأبليكيشن موجود على موبايلك وتقدر أنت أصلا مجرد أنك تشبك على الإنترنت موجود البيانات كافة البيانات اللي أنت تحتاج وتراويها الطبيب آخر رسالة تبني توجهينا أحتاج أنه بس المتعاملين يصبرون المرحلة بعدها ما خلصت لسلامة في مرحلة ثالثة أنتوا بتشوفون أثر النظام إن شاء الله عقب تدشين المرحلة الأخيرة بتشوفون الفايدة بتعم بشكر أكبر لأن الناس حين بس حاصين العيادات أو المستشفيات اللي يزورونها في المرحلة الأولى والثانية يوم يخلص المشروع كامل على بداية 2018 إن شاء الله بتشوفون الفايدة المرجوة إن شاء الله من هذا المشروع إن شاء الله نتمنى ذلك وأكيد أصلا فايدة السلامة بينات حتى من المرحلة الأولى عايشة معنا في عيداتنا وإن شاء الله مع آخر مرحلة السلامة رح نلاقي إن تستمي منظومة كاملة متناغمة إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم ترى ساعات أنا أسوي هاي شغل متسوق السري أدخل أطالع أسوي وعلى طول كل شيء أسجله وطرشه فوق حق الدكتورة منال دائرة عموما أعطيكم العافية فاصل وبعد الفاصل شو موضوعنا دكتورة؟ بيكون إن شاء الله موضوع عن عيادات الصداع بمراكز الرعاية الصحية الأولية الله يجي نوجيكم من الصداع فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أنت وين شليت أوراقي؟ شو مساوي هنا؟ أنا مرتبت لك الأوراق محمود لأنا ويت كان في أوراق على الطاولة قولي والله هذا الترتيب هي هاتي مرتبة حين هذه أوراقك هناك شكرا عموما مستمعين استحدثت هيئة الصحة بدبي مؤخرا في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية عيادات تخصصية متكاملة لعلاج الصداع بمختلف أنواعه وذلك ضمن حرص الهيئة وجهودها لتقديم خدمات متميزة للمرضى المصابين بالصداع والمترددين على عيادات الأعصافي من سجفة راشد وبالغ عددهم حوالي خمسة آلاف شخص سنويا شوية خمسة آلاف؟ لا خمسة آلاف فقط صداع عندهم محمود لا وهذه اللي لا تعالجوا يعني ما لقولهم أتوقع علاج في الإعادات العادية فاتحولت إعادتها خصوصية لصداع كم عدد المتزوجين منهم؟ أتوقع بهم تقول كلهم صدقني أكثر من أصلاقهم من الزوجين أهلا بحول السؤال على ضيوفنا في السوديو عندنا الدكتور أبو بكر المدني السشاري ورئيس قسم العصاب بمستشفى راشد والدكتورة عائشة خريفة البسطة خصائية طب الأسرة ومدير مركز ند الحمر الصحي صبح جل الله بالخير دكتورة صبح جل الله بالخير دكتورة عادة نحن شوي حديمين حديسار لكن نسمعكم بوضوح كلكم قرام من القلب انزيل تفضلي دكتورة طبعا أول سؤال مثل ما قال المحمود كم واحد متزوج من الخمسة ألاف اللي يتابعون صدقني دكتور نصمك تعتقد مهم من الزوجين هذا نحتاج دراسة دراسة على يتوب المتزوجين مهم من الزوجين انزيل هو قال مثل ما قال المحمود هو عدم خمسة ألاف يعني لما واحد يقول رقم عيادة مدة خلال السنة واحدة خمسة ألاف متعامل فيها يقول لك رقم قليل ولكن ممكن تقولهم شو مواصفات هال خمسة ألاف وليش يتابعون في عيادة متخصصة مثل عيادة الصداع وما يتابع مثل في عيادة الطب العائلة في العيادة العادية إذا ناخذ الحصائيات العالمية نشوفها تقريبا الصداع الموجود في العالم عشرة من مئة سكان العالم عندهم نوع من أنواع الصداع ومن العشرة من مئة عشرة من مئة من العشرة هذين عندهم صداع المزمن من هذين اللي عندهم صداع بس عشرين مئة يزيرون الطباء والباجين ثماني مئة ما يعرفوا شو عندهم ما يعالجوا ما يعالجوا عند الطبيب يعني يعالج روحي في البيت فعدد المرضى الخمسة هلاف ذكرناهم هاي خمسة هلاف زيارة فممكن تكون الف مريضة و الف خمسمائة مريضة بس يزيرون كذا مرة ساكم عيادات كم دكسور عندك عياد عقب البرنامج عنده صداع مادري من شو محمود بس عقب البرنامج فاتك المارحة كانت العيادة في البرشة بعد العيادة محمود أطمنك طيب دكتور عايشة هنين حنا نتكلم عن مراكز الرعاية الصحية الأولية شو اللي تسوون بالضبط في هذه العيادات بالنسبة للعيادات عيادة الصداع هي نسميها مثل مالتي ديش بلانري أو عيادة تكاملية للصداع ما بس دكتور واحد بس بيشوف المريض المريض بيتدرج من طبيب الأسرة وبيتابع في نفس اليوم الأخصائي الأعصاب اللي بيتابع حالة الصداع نفس الشي بيتابع أخصائي صحة نفسية لأنه لاحظوا فيه ربط كبير بين الصحة النفسية والصداع خاصة في هالفترات اللي ضغوطات وغايد ففيه ترابط كبير بينهم وعارفين الناس معظمها هالوقت تكون في أشغالها وصعب تتغيب كل يوم عن شغالها عشان موعد معين فكانت الفكرة أن تكون العيادة هالثلاث تخصصات تكون في نفس اليوم يخلص المريض كامل تفحصه وتشخيصه علاجه ويقدر يروح ويتابع في نفس عقب فترة نرد نتابعه بالنسبة للعيادات إذا كانت في العيادات يعني اللي تكون في العيادات الـ Primary Health Care أو رعاية الصحية الأولية أولا سهولة وصول المريض لهالعيادات والعيادتين اللي أريدي فيهن البرشة وند الحمر يغطن 24 ساعة إذا المريض يحتاج لأي شيء خلال هالفترة يقدر يتواصل حتى مع العيادة عساس تعرف يعني ما نأخر في علاج المريض أو أي شكوى للمريض من هالناحية ممتاز هالعيادة بينما موجودة في الرعاية الصحية الأولية ممكن واحد يفهم يقول مدامة موجودة في العيادة نفسها يعني ممكن ما يحتاج تحويل كيف ممكن أنا كمريض أحصل موعد في العيادة التخصية مرت الصداع في الرعاية الصحية الأولية أو في مستشفى راشد في مستشفى راشد يكون عند دكتور مدني يعتمد إذا التحويل الأولية تكون من الطبيب العائلة تشوف المريض يشخص المريض يشوف إذا عندنا الصداع ترى عندنا نوعين من الصداع هل هو صداع الأحادي أو صداع الثانوي ما الفرق بينهم هذا الدكتور؟ الصداع الأحادي يكون في الصداع العصبي والنفسي والصداع الشقيقة والصداع الأنقودي يعني ما في سبب موجود له الصداع الثانوي يكون مسبب أخرى مثل الضغط السكري التهاب في العصاب أو ورملة سمحضاف المخ هل الأشياء تسبب صداع؟ يعني هي صداع مثلا من شيء أو من ضغط العمل أو من موقع صداع أحادي أتوقع هذا الصداع الأحادي يكون أغلبها صداع النفسي أو صداع العصبي أنا أريد أن أتكلم عن صداع النصفي هذا هو الصداع الشقيقة وهذا أحد صداع الأحادي الموجودة تفضل دكتور الصداع النشخيل لا نحن نتكلم عن المستشفى الراشد مثل ما قال الدكتور من طبيب الأسرة يحول الراشد في عيادات البرشة وندد الحمر رعاية الصحية الأولية كيف يمكن أن نحصل موعد على موعد في عيادة الصداع التابعة لرعاية الصحية الأولية؟ نفس الشيء يستوي التغييم أول شيء عن طبيب الأسرة عن زين وبما أن العيادة موعد فأريدي نفس الوقت تستوي التحويلة يتجه للتسجيل التسجيل يحددون للموعد والوقت الذي يناصب المريض والينا نحن يوم الأثنين مرة في الأسبول فالمريض يتجه للتسجيل ويحدد الوقت الذي يناصبه طبعا كل واحد يفضل وقت معين له على حسب جدول شغلة وممتاز ومع سلامة بيحصل موعد زين يعني إن شاء الله إن شاء الله أحسن أنا أريد أن أتكلم أريد أن أتكلم عن سلامة قبل الدكتور قبل البرنامج كان عندك تعليق على سلامة قلت أن النظام كان يعني بالنسبة لكم أفضل في عملية التسجيل وكذا؟ كعملية التسجيل ومراقبة المريض ونشوف التقارير الطبية أفضل كثير من الطريقة الاعتيالية طبعا أكيد جميل كان فيه عندنا تاريخ يقول أن أطلب من سيدة عائشة الاجتماع من الموثلين كافة الأقسام في المجال الصحي والإداري نفس التسجيل والكاشير والتمريض والصيدر والطباء والعدات التي تطبق السلامة حتى يسجلون المشاكل التي تواجه أنا أقول أن هناك يعني مرحلة تقييم مستمرة وحد كان يقول أن وهذه الاجتماعات موجودة محمودة نسوي كل أسبوع تقريبا بضبط يعني في مجموعة تسلكات على سلامة في حد يقول أهل الصداع مرض أم عرض حلو السؤال حلو أهل الصداع مرض أم عرض الصداع يكون عرض إذا يكون ثانوي إذا في أسباب أخرى مثل الضغط السكري أدوية في أدوية كثيرة سبب صداع مرض إذا صداع أحادي كالشقيقة العنقودي أو العصبي وهذا يحتاج للعلاج للمرض نفسه للصداع نفسه طيب أنا أبغي أسأل هنا السؤال لكم أثنين وللدكتورة عايشة دكتورة يعني حين عيادة الصداع شو الأجهزة التي تستخدمونها في هذه العيادة هل في تجهيزات طبية معينة هل في شغلات تصورون مثلا مخ الريال ولا مخ الحرمة ولا شيء ولا بس مجرد استشارة يعني استشارة العيادة نفسه فيها طبعا الفحص الطبي نفس الشي الفحص الطبي بالنسبة للأعصاب نزين هذه الدكتورية نقوم فيها في أشياء مثل فحوصات معينة مثل فحص شبكية العين بعد لأن الجهاز متواجد في العيادة فنقدر نفحص شبكية العين عصص نتأكد بعد من الأوريد والشرائين اللي في العين بالنسبة نقدر نحول المستشفى راشد بالنسبة للأشعة إذا احتاجنا مثل السيتي سكان الأشعة المقناطسية أو الأشعة المقطعية في تحاليل معينة إذا احتاجناها بعد مثل نسبة الهيموغلوبين في الدم هاي يعني مهمة بالنسبة خاصة لمرضى الصداء فأورادي موجودة عنا في العيادة ممتاز إزين دكتور مدني لو نتكلم نحن بما نتكلم عن خدمات عيادة الصداء هل فعلاً مثل ما دعضتنا الإحصائيات في نسبة كبيرة من الناس وعندهم صداء لا يمكن علاجة ولازم يتحول على عيادة خصوصية ولا نحن نحول لعيادة خصوصية كل حالات الصداء لازم نحولها ولا في حالات لازم لا يتابع فقط عن طبيب العائلة ونسبة معينة فقط لازم تتحول على عيادة الصداء إذا ناخذ الإحصائي العالمي فقط 20% من العنم صداء يونة للعلاج ومن 20% هذه اليون ممكن 5 أو تحت الـ 500 اليون يشوفون علاجات التخصصية فالـ 500 نحن نشوفهم فهذه الحالات الفعلاً تحتاج للعلاج والعلاج يترتب عليه إذا صداء مزمن أو صداء بشكل متكرر أو يأثر على الحياة اليومية هناك يحتاج للعلاج وقائي فنعم جواب للسؤال في بعضهم فعلاً يحتاجون لعلاجات التخصصية وبالذات العيادات الملتدسبلنرية اللي فيه أكثر من فريق فريق كامل موجود كان فيه سؤال تحت الهوى دكتورة عن ويلسون's disease مرض ويلسون واحد تواصل معنا بس كان تحت الهوى إن طفلة عنده عنده طفل عنده مرض ويلسون فكان يسهل هناك علاج في الهيئة مثل هذا المرض ولا لا وعالمياً فيه علاج لها أصلاً فيه علاج له فيه علاج ل خلنا نشرح المرض شي المرض هو مرض وراثي يكون فيه خلال الجينات يسبب عدة مشاكل مشاكل العصبية اللي سببها مشكلة في الذاكرة مشكلة في الحركات اللا إرادية يتصيب رجفة رعاش يكون وقد يأثر في الحركة يصبح بطء في الحركة فيه علاج لتوقيف المرض ليس بالعلاج المرض ما قلت جيني هو مرض جيني ولكن توقع لتخفيف الأعراض اللي تكون عند عند الطفل أساساً نوقف المرض ونأخر تدهور تدهوره طيب هذا اللي يبغي يوصل للعيادة دكتور كيف ممكن نوصله لكم؟ نحن لأسف تحت الأرباطاش ما نشوفهم إذا فوق الأرباطاش منكم نشوفهم في عيالات الأمراض الحركية موجودة عندنا في مستشفى راشد نزل مساكة تحت أرباطاش شو يسوون وين يروحهم؟ يكون مستشفى الجليلة مستشفى الجليلة آه أوكي الجليلة تقول أي طيب مستشفى الجليلة ممكن أن يقدم هذه الخطوات ممتاز ممتاز دكتورة دكتورة عايشة ما في غير شنتي دكتورة في الستوديو يعني هذا يوم عنك دكتورتي دكتورة عايشة الآن نتكلم عن الخطط اللي أنتم حاطينها للتوسع في هذه العيادات إذا بتسوون عيادات خاصة بالصداء قولي إلي لا تهزين راسك أسمع ترايك تخلص السؤال ترايك تخلصها لا أنا متعود على ندل دشري في النص يعني خلص دكتورة عايشة جام وين جاوب إن شاء الله إن شاء الله بيكون في توسع أكثر العيادة مستقبلا أهم شي عنا رضا المتعامل بالنسبة للعيادة وللتخصص اللي أريدي وصل لين يعني حتى قريب من بيته يقدر يتواصل أي وقت إن شاء الله العيادة مع زيادة العدد إن شاء الله إن شاء الله بنفتح أكثر عن يوم في الأسبوع لها في أيام بتكون يعني المرضى لأول زيارة لهم في أيام تكون للزيارات اللي المريض يتشيك بس على نفسي كمتابعة كمتابعة والله دكتورة يعني أنا يعني بعيد عن العيادة وبعيد عن أي شي أنا تعيبني بتسام تجي دكتورة ما شاء الله عليك لأن على مركز لد الحمر شغال 24 ساعة محتاجين حد شي دائما مشتسم هل أنت ما تقول لي أنا عيال أنا قاعد في البرشة ترى الأخت التوأم لند الحمر خلينا ناخد مداخلة بعدين ما بقلت نستمع ألو ألو سامعيكم راحة المكالمة انقطع الخط من يلا زيغتيهم في عندنا سؤال محمود شي يقول ما هو علاقة شرب الماء بالصداع نحن شعب لا نشرب الماء بكمية وفيرة شورك تورمدين نشرب نحن نشرب أنا هذا طب الصداع يكون موجود أغلب الناس اللي عندهم صداع يكون موجود يحتاجون لمهيجات عساستهم طبعا عدم شرب السوائل يسبب جفاف وعالميا معروف أو عالميا معروف أنه يسبب نوبة صداع تضيب للشرايين الموجودة في المخ وهذا بنفس بحد ذاته يهيج العصاب الموجودة في الدماغ ويسبب الصداع يعني مثل ما قلت قلت يعني مو بسبب الصداع وعدم شرب الماء ولكن يهيج نوبة الصداع الصداع دي موجود جميل ناخذ هذي المداخلة لو صباح الورد الله والخير محمود شحالك النور والسرور تعرف عليك طيب شو علومك مستحيل يعني ما تعرف صوتي يعني حاول والله والله حاول إلا واحد مدريدي بسلطان شيف حاجك حياك الله بسلطان الله يسلم طبع طيبة لك والتحية للدكتورة مي مي لا مفهم ندى 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 حياك الله خير الله يحييته وتحية للدكتور عاشا والدكتور أبو بكر أبو بكر ولي المخرج المدريدي المتحصل لا برسلوني المخرج ما عليك بس عمو من أبو سلطان أنا لأنه عندي ثلاث دقائق أربع دقائق بختم البرنامج أنا سؤالي بتعلى سريع يعني اشترنا بين الصداع اللي بيكون بضغط ولا بدون ضغط سؤالي هل فعلا سبب الضغط هو الصداع أو الصداع سبب للضغط جاء أكون يا جاكم الله خير سؤال جميل شكرا لك ناخد مداخلة ثانية ألو صباح الخير سلام عليكم سلام وحتر الله تفضل سؤالك لأنه عندي وفد خلاص رأي ما أشكركم دائما على التميز من العيادة المتخصصة للصداع شكرا سؤالي عندما يرد الصداع على الشخص بين فترات وتباعدة لسبب ممكن غير معروف هل يلزم أن يستخدم خطوات معايزة ويراجعا طبيعي لدى الشخص الطبيعي أن يصاب شكرا لك إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله هل الصداع بضغط دكتور ولا ضغطي ولا دس هذا المثل الإنجليزي The chicken or the egg هل هو الدجاجة الدجاجة وبيضيات قبل طبعا لازم نأخذ القصة بالضبط من المريض عشان سنعرف هل هذا هو صداع من سبب الضغط أو الضغط بسبب الصداع صحيح هل هذا هو صداع أحادي أم صداع ثانوي فهذا لازم نأخذ القصة منه بالضبط من الضغط لازم نقيس العلامات الثانية نشوف القلب نشوف الكليا نشوف الأين صحيح هل في علامات ضغط ولا دا ممتاز ونأخذ القصة بالضبط فما صعب أن نذكرها نقول هذا السبب هذا ولا هذا السبب هذا الدكتور عايشة يقول الشخص اللي يرد الصداع على فترات متباعدة هل في أشياء معينة لازم يسويها أو أشياء معينة إذا يت نوبة الصداع هي نوبة يسمونها؟ نوبة صداع نوبة صداع؟ يسمونها نوبة بالعربي صحيح نوبة صداع نوبة وحالة صداع أو حالة صداع أو تعتمد على كل حالة طبعا تختلف عن الحالات الثانية وكل مريض له على حسب تاريخ المرضي بعد فتنقص تاريخ المرضي في سلامة لحين خلاص موجود بس غير وجود المريض بعد صح نحن أول ما تينا أي حالة بالنسبة للصداع نأخذ تاريخ المرضي كامل مع الفحص مع الفحوصات الطبية في ناس تيهم كل فترة والثانية ويخف بيقولك مع ضغوطات الشغال عدم النوم فتي من فترة للثانية فإلا ها أسباب كثيرة يعني ما تقدر تجزمها إلا إذا قعدت مع المريض وفحصته سويت له الفحوصات اللي يحتاجها عساس تجزم شو الحالة بالضبط في حالات معينة لا تيب فترات وتكون حالة الصداع جدا شديدة يعني تكون حتى ما يقدر ينشمن على السريرة ما يتحمل إضاءة ما يتحمل أيحد يتكلم وياه يبتدي يرجع من شدة الألم فهذه الحالات تختلف طبعا فغير يعني يوم تقعد خاصة الحالات الطبية تحتاج أنك تقعد مع المريض وتفحصها عساس التشخيص النهائي يكون صح محمول بس تعقيمة عن الكلام يكتورة عايشة عن اختلاف نوبات يعني درجات الصداع من مرضى لآخر مرة كانت يأتي لي مريضة في العيادة عندها صداع نصفي صداع نصفي كان عندها شديد لدرجة أنت هي مثل فقدان ذاكرة بسيط الشي اللي تقول لها قبل نوبة الصداع تنسى تمام بعد نوبة الصداع وكانتش تغلل سكرتيرا وتقول لازم تكون الدفتر معي طول الوقت لو مديري قال لي أي شيء ويأتني نوبة الصداع ما أتذكر أي شيء قال لي قبل النوبة فلازم تكتبه ممتاز طيب نحن وصلنا لختام الحلقة لكن بعطي كل شخص فيكم ثلاثين ثاني احتمال في شيء كان يبغي يقوله أنا ما عطاكم مجال أتفرصة أني أنا أتكلم فيه بفضل يا دكتورة بالنسبة 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 لعيادة الصداع يمكن ناس واحد تستغرب شمال عيادة الصداع يمكن أخذ بنادول ويخف الصداع والناس كلها عندها صداع هذه يعني معظم الحالات اللي تطينا العيادة اللي صدق عندهم الصداع مأثر على حياتهم وعلى عملهم صحيح فعشان تذي نحن فتحنا هاي العيادة فيه أنواع صداع يمكن ناس ما تعرف عنها منها الشقيقة اللي المريض الصدق يتعب منه وما يقدر حتى يداوم ويمكن تتكرر عنده أكثر عن مرة في الأسبوع صحيح فهذه فيه أنواع كثيرة فهذا هو التساؤل يمكن ليش فتحته عيادة صداع يمكن الواحد ياخذ بنادول أو ياخذ أي مسكن ويخف عنه بالعكس فيه أنواع معينة ما تخف بسهولة صحيح فتحتاج متابعة باستمرار دكتور أنا مبسوط ضجل لفتح العيادة هذه لأن تم تناسق والنتائج إيجابية إن شاء الله وإن شاء الله فيهم مفاجآت ثانية بعد إن شاء الله إن شاء الله هاي مفاجآت صيف دبي ولا شتاء لازم مقادرة ثانية إن شاء الله ما خبرنا عنها لين الحين مفاجآت اليوم دعاية المسرية إن شاء الله إن شاء الله دكتور عايشة خليفة البسطي خصائية طب الأسرة ومدير مركز ند الحمر الصحي اللي نابن حشاكرين لك تواجدت معنا وأيضا دكتور أبو بكر المدني أنا منستويت عني ويوسف لكن ما حاجز يقولني محمول ما أدري ليش عموما دكتور أبو بكر المدني استشاري ورئيس قسم الأعصاب بمساشفة راشد شاكرين لك أيضا تواجدتكم إن شاء الله بتكون لنا لقات قادمة دكتور ما نتكلم عن الأعصاب والمخ بشكل مفصر على رحمة حضرية بقول عمرك يا دكتور أنا أبغي أسألج دكتور رندا أنت ليش يوم دكتورة عايشة تتكلم صورتي فيديو إذا دكتور بو بكر تكلم ما صورتي شيء ليش لأن دكتور عايشة ربيعتي الصدوقة فلازم أصورها ودكتور بو بكر ممبر حلال دكتور زميلة عزيز دكتور بكر يعني عموما شكرا لكم جميعا شكرا لجي دكتورة ندا شكرا لك يا ميرا اللي خلقات معانا في التنسيق وشكرا لك يا عيسى سبيل زميلة في جورجيا شكرا على استضافة شكرا لك محمود يوسف العري وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي